القرآن ذوال ربي عزيزان السفوان سطلا مرتفاف اتسوين ذو فريد مسلماء والثكين دماء قرآننا قلوبنا له سكن أرواحنا له وطن يملأ فينا عقلا ووجدانا ما أتعس من سار بغير منهج طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبدا دهر ظنآنا وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيث مثن في السمثين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السجي ما يرد ربي أنفذو ثصورة تجديط صورة العنكبوت ذو الدرس رقم ثلثمية وربعة وتسعين من دروس التفسير نشرع بدءا من اليوم إن شاء الله وقدر في تفسير صورة جديدة وهي الصورة العنكبوت مع الدرس رقم ثلثمية وربعة وتسعين من دروسي التفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَأَتْ وَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ سِجَدَكِ ذِلَّيَا يَثَتْ نَفْسَرَ السَّمِيَادَ رَبِّيسِ تفسيرنا اليوم إذن ينصرف إن شاء الله من الآية الأولى إلى غاية الآية السادسة من سورة العنكبوت نبدأ وبالله التوفيق سورة العنكبوت هي سورة المكية أي نزلت قبل الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة هذا ما يسمى بالقرآن المكي تفسيرنا اليوم إذن سورة العنكبوت تفسيرنا اليوم إذن زلنغفن في صدور يسلم قبل ذي هاجر سيمكا غالمدينة المنورة وهذا هو الضابط الذي هو معتمد في الحقيقة في التمييز بين القرآن المكي والقرآن المدني للعديد من المبررات والمسويغات والأسباب إذن سورة المكية وقلنا بأن القرآن المكي مما يهتم به يهتم بأصول الدين بتجذير أصول الدين وبنبذ الرذائل وزرع الفضائل وغيرها من خصائص القرآن المكي تفسيرنا اليوم إذن سورة العنكبوت يعني أشحال لايثي الساعة سورة العنكبوت ساعة تسعة وستين لايث عدد كلماتها تسعمية وثمانيين كلمة أشحالي مسلاين إذ ساعة سورة العنكبوت ساعة تسعمية وثمانيين مسلاين نكلمة أشحال الحروف إذا عدد حروفها أربعالاف ومية وخمسا وتسعين حرفا أشحال الحروف يقول لان ذي السورة ساقية وصورة العنكبوت لان أربعالاف ومية وخمسا وتسعين الحرف سورة نفذوذي تفسير تفذكان ألف لاميم تقيد حروف المقطعة من النديث مثل في السماثين عدد الصور المفتتحة بالحروف المقطعة تسعة وعشرين صورة أولها هي صورة البقرة ألف لاميم ثانيها هي يعني آخرها هي صورة القلم نون والقلم ومية صورة تسعة وعشرين صورة اللي ابتدأت بالحروف المقطعة شرحنا هذه الحروف المقطعة فيما سبق مرارا ولن عدد الصور اللي بدأت بالحروف المقطعة كما قالت تسعة وعشرين اللي لو انداء منها أحادية حرف واحد مثلا صاد قاف نون يون الحرف اللي تصورتين كيف ذلك سيون الحرف اللي تصورتين كيف ذلك يعني ثنائية يعني بحرفين مثلا ياسين حاميم طا ها سين الحرف حرفان اللي ثلاثية مثل صورة اليوم ألف لاميم ثلاثية اللي ربعية أربنا قال ألف لاميم را إلا خماسية يعني خمسة كاف ها يا عين صاد يعني صورة مريم هذه الحرف المقطعة فيها عدة معاني يعني باختصار لأن العلمة دينا المقصود بهذه الحرف أن ربي سبحانه القرآن الكريم من زيه استعرف سلح حرف بليسين عربي مبين ويتحدى جميع الخلق جميع الكائنات جميع الجنس والإنس والجن ربنا قال قول إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة وكان الله يقول هذا القرآن الذي يتألف من هذه الحرف التي تستخدمون يعني لا يمكن لكم على وجه الإطلاق الاتيان بمثل هذا القرآن ولو اجتمع الإنس والجن ما كان ربسني قال يكو الجن كذي الإنس القرآن لكن مثلا من المتزمير ما رابده من القرآن الماكي هذا معنى هناك معنى اللي قال هذا من السر من أسرار الله يحتفظ به استأثر الله عز وجل بعلم مقاصد وأسرار يعني هذه الحرف والله أعلى وأعلى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذه آية عجيبة بدأت يعني بها هذه الصورة العنكبوت بشر بذغ ديني ويخاطب الناس لا يمكن أن يتركوا بلا فتنة وبلا ابتلة وبلا اختبار حني حكمة الله اقتضت ذلك ربي سبحانه قالوا لقد شكوا من غتظن باللي أقوم بها بلا ابتلاء من الاختبار خاطئ أغي جرب ربي سبحانه أكين من الله سوينيك فغا من الميك فغا أكينك فغا أكين دينا ربي صورة البقرة ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتوا مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون وفي أوائل صورة المائدة ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني ربي سبحانه إغدس خبير بللي أغي جرب ربي سيبتلين جميعا وسنفتن لكن نسأل الله الثبات ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين الصدقوا وليعلمن الكاذبين ربنا عز وجل ابتل الأمم السابقة ابتل الأقوام السابقة جريثنياك كل كل الخلق جربوا ولكن ربي سبحانه باش أنزر فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين بالابتلاء بالتمحيص يتبين الصادق من الكاذب أبد باش أنزر شو الفرق يوز لك ذوفل إلى قليش ميثمست دخلوا في النار يبان اخطب يبان اخطب ولا الحديد يبان حديد هذا يعلم مستوى البشر في دنيا الناس إذن ربي سبحانه قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ربي سبحانه سيجربنا جربنا يعني بالابتلاءات المختلفة وكلفنا بالتكاليف المختلفة ربي سبحانه باش يعلم في النهاية وهو يعلم وقد سبق ذلك في علمه المطلق يعلم الصادق من الكاذب فليعلمن الله ممكن أن يفلتوا من عقاب الله عز وجل من الجزاء من الجزاء المقدر على كل واحد حسب ما قدم كل واحد اللي دار يخلصه الجزاء قد يكون ثوابا وقد يكون عقابا وكل ذلك من أعدل العادلين جل جلاله ربي سبحانه ونحن وقد يخدم الذنوب يخدم المعاصي حسب البللي السلحين دي الدوني تدخل من دي شوف غان ولكن دي لقر هذا السلحين خاطئ ربي ساء ما يحكمون أين كان يتوالين أين كان يعتقدم غرضون ذيكس شضون ذيكس من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أول يتتراجون من قبل ربي أديس بلا شك ذي المؤمن ذيكس تتراجون بلا شك المؤمن يتتراجون إلا والساء إلا والزكاء إلا والزكاء ثلالأخار ثلالجزاء هذا هو منهج المؤمنين المؤمنون يعتقدون ويرجون لقاء الله بيقين ويعلمون بأن أجل الله لآت فإن أجل الله لآت وكل آت قريب أين كان يسنع قرار وهو السميع العليم سميع بما نقول وعليم بما نفعل يعني كل الخلائق لا تخفى على الله خافية يعلم السرائر ويعلم ما ظهر ويعلم ما وما بطن كل شيء لا يخفى على الله شيء ربي سبحانه قال في أواخذ سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ونسر جلم قبل ربي أذيخذ من الصلاح خطر أين يخذ من ذي الدونيث أين يعتصوا ذي الدونيث أثيغلث ذي الأخر ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين لجاهد النفس انتاعه وجاهد الشيطان وجاهد واصبر أمام الإبتلاءات وأمام زلازل الدنيا وهزات الدنيا وبيقين هذا جهاد جهاد كبير وهو يجاهد في المحافظة على على عباداته وعلى طاعاته وعلى واجباته والتزاماته وعهوده ويصقر ويثبت أمام كل همومة الدنيا وابتلاءات التي تحصل له في الدنيا بيقين أن الله عز وجل سيجازيه إنما فإنما يجاهد لنفسه يعني هو الذي يربح هو الذي يربح ذهن سري ربحا هو نري جهد أما ذي العبادات بشه ذي الصفار ذي عفضة ربكني وثاء أما ذي رمضان أما ذي العشور أما ذي الحجة ما تصد صلي ثم أكوين لقن أتي خدم ذي الصفار أمام ذي تنفسي ثيس كذلك ذي جاء تنفسي ثيس ذي جاء للشيطان شياطنا الإنس والجن وذي الصفار في الإبتلاء تسديفك رب سبحانه فإنما يجاهد لنفسه هو الفائز ذي سيجر بحن إن الله لغني عن العالمين الله عز وجل غني عننا جميعا غني عن العالمين لا يحتاج إلى طاعاتنا وعباداتنا فطاعاتنا لله ما تزد له ولا شيء وعلى صياننا لله أيضا لا ينقس منه شيئا ولكن اللي خدم خدم روحه كل يونيني عد سبثي غلث رب مدينة فإن جاء الله لآهد معناه فوس ربطنا وض أكاما لا أما الساذب رئيسنا فريذ تلويث فريذ الخير فريذ نسر فريذ الليسر فريذ الدين فريذ طاع فريذ الهدى فريذ النور وذي هقيا وين ذي الدونيث أرينا أياف ذي الأخر ثي تراجوا مبلشك لا عثفن فنادم وشي صروا حار خطر ربي سبحان وعادل أين يعتصف فنادم ذي الدونيث ربي يتجازي ذي الأخر إن شاء الله يجعل ربي ثمديثنا وثمديثي صفرحا نسأل الله الستر وحسن الخاتمة السلام ربي فلاو جاء ثلويث أرثم لله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة